بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده. طبعا احنا خدنا مع بعض في المحاضرة. آآ في نظام ساعة بعد الفجر. آآ حديث احنا ناخد حديث النهاردة عشان اللي حد لو بيسألها. آآ خدنا اول حديث والبلاغيات. النهاردة عامل لك تجميعا. بطريقة حلوة جدا. من اول الحديث الرابع. الحديث الحداشر بابن الله سبحانه وتعالى اللي هو الترم الاول في الحديث. التجميع دي هي هتفيدك جدا جدا. هتخلص لك حوار الاعرابات ده. طبعا يعني اللي مزاكر. او يشغل ان هو بقى زاكر الترم الاول وكده. طبعا بالنسبة للطربة اللي معاه في المنصة ومشتركين بان احنا بان احنا خلصنا الحديث يعني. فالطريقة دي هتفيد القسم ده جدا. هتفيد اللي بيزاكر او اللي عايز يجمع الدنيا او كده هتفيده جدا. طب واللي لسه هيزاكر برضو هتفيده جدا. برضو هتفيده ليه? لان حضرتك وانت بتذاكر بتحب تبقى ايه? مجمع الحديث عندك في الاعرابات الموجودة عبارة عن ايه? يعني الاعرابات الموجودة عبارة عن ايه? في مسلا في الاعرابات جملة اسمية وفي جملة فعلية. آآ في مسلا زي البلاغيات زي الكناية الاستعارة. في عندنا حاجة زي المطلق والمقيد. فهو آآ الجملة الحالية الكلام ده كله هو عايز يجمعه. عايز يجمعه. يبقى خرج من الحديث الحديث فيه او الاعرابات اللي موجودة فيه انا شفت الايه? او اخدت ايه? اخدت جملة اه فعلية او جملة اسمية في الاعرابات او اخدت في البلاغيات كناية او اخدت كذا فهو ابقى من جمع الدنيا. فسواء ده او ده كده كده الاتنين مستفيدين بابن الفولة جل جل. طيب تعالة نبدأ عشان ما اخدت من وقتك كتير. احنا ابدأ على الصبورة بالشكل ده. آآ اول حاجة اول حاجة. طبعا احنا تشغلنا على ايه? تجميع. الاعرابات. من الحديث. الرابع الى الحديث الحداشر بادن المولى جل جل. اه نكتب في كشكول. نكتب في كشكول الكلام ده بس كده كان بالنسبة للمشتركين معايا انت كده كده معاك المحاضرة مسجلة بكتبها بقى بجمعها براحة. اللي مش مشترك او يعني بيسمع البس ده فاردت تبقى معاك كشكول حلوة كده عشان ايه المحاضرة مش بتنزل مسجلة هنا. المحاضرة بتنزل مسجلة على جروب الترم الاول ولا بيشترات. خلاص? فانت معاك كشكولك كده تحضر فيه بقى الكلام ده. اول حاجة نبدأ بيها وهو اسلوب الكناية. اسلوب الايه? الكناية. تسر بلاغي. الكناية. آآ عندك اول حاجة خالص. الحديث اللي كان فيه كناية? كان اول حديث عندنا الحديث رقم اربعة. اللي هو ايه? لما قال من حمل علينا السلاح. هذه الجملة قال لك ان دي كناية. دي ايه معلم? دي كناية. كناية عن ايه? قال لي والله كناية عن المقاتلة? او القتل? آآ تعال ما عنيش بسرعة كده واحدة واحدة. من حمل علينا السلاح. حمل يعني ايه? رفع. رفع علينا السلاح. فهو عايز يقول من قاتلنا او قتلنا. من قتلنا او قاتلنا. الحمل دي حمل السلاح هو اللي بيحمل السلاح هو بيرفع عليك السلاح. بيرفع عليك السلاح ليه? ها? هيرفع عليك السلاح ليه? عشان تروسه مع بعض? ولا عشان تسلمه على بعض بالسلاح مثلا? ما هو اكيد هو هيحمل عليك السلاح وهيرفع عليك السلاح. اما ان هو يريد ان يقاتلك او ان يقتلك. طب يا دكتور وفي فرقة بين المقاتلة. والقتل اه المقاتلة هي عملية ايه? اه اه خدهات. رايح وجاي. في اه ضرب من هنا وضرب من هنا. انما القتل ده يبقى من جهة واحدة بس. من جهة واحدة بس. هو يقوم جاي كده رفع عليك السلاح ويديك تلقف سيدك تروح في السلامة كده. فاذا كلمة من حمل علينا السلاح هي كناية. كناية عن ايه? بيعبر بها عن ايه? او عايز يقصد من وراءها ايه? المقاتلة او القتل. طيب يا دكتور معلش? هو ليست تخدم الجملة دي في الكناية. يعني ليه قال? من حمل علينا السلاح وهي كناية? ليه? قالك والله لسبب يعني يكاد يكون غريب شوي قالك للملازمة الغالبة. الملازمة الغالبة يعني يا دكتور الملازمة الغالبة. قال لي والله من يحمل السلاح ويرفعه على اخيه المسلم الغالب. الغالب بيعمل كده ليه? يعني غالبية اللي بيعمل كده بيعمل كده ليه? عشان يقتل اخوه المسلم او عشان يقاتله. بس. يبقى غالب من يحمل السلاح يحمله للمقاتلة او القتل. يقول لك ايه? انت شايفك حمل السلاح تجاه العدو. بتحمل السلاح تجاه العدو ليه? عشان اقاتله او اقتل? خلاص يبقى فالغالب عشان كده كلمة الملازمة الغالبة يعني بيقول لك ان غالب من يحمل السلاح يلزم منه يعني معناه ان هو بيحمله للمقاتلة او القتل. خلاص? سهلة ولا سهلة اوي? ان شاء الله سهلة. طيب اه لو انا بشرح بتفصيل شوية فاعرف ان هبنشرح عشان قدر الناس اللي مش ممكن يكون ما اخدش الكلام ده قبل كده. لازم عندي حساب حساب له كله. اه الحاجة التانية قال لك ما لم يصب ناما حراما. الحديث السادس لما كان بيتكلم عن موضوع القتل فبيقول لك ما لم يصب دما حراما. هذه الجملة برضو كناية. هذه الجملة ايه? كناية. كناية عن ايه? قال لي والله دي كناية عن القتل العمد بغير حق. بنقول عليه كده. يقول لك ايه? يقول لك اصاب دما حراما. اصاب دما حراما. يعني اصاب دما حراما. يعني قتل قتل عمد بغير حق. يبقى اصابة الدم الحرام معناها القتل العمد بغير حق. ثلاث? ودي كناية. هذه الجملة كناية. ادي يا سيدي دي الكناية اللي عندك من الحديث الربع يالحديث الاشتراح هم اتنين بس. هم اتنين بس. اللي هي كانت موجودة عندك واحدة في الحديث الخامس. الحديث اللي الرابع. من حمل عنا السلاح فليس منا. والحديث السادس اللي هو آآ آآ لا يزال مؤمن في فزحة من دينه ملم يصد دما حراما. اللي هي جملة ملم يصد دما حراما. خلاص? طيب. حديث الرقم ستة وانش. رقم اتنين او الحاجة التانية نعايزين نتكلم عنها من ضمن الاعرابات او البلاغيات الموجودة عندنا في الحديث. حاجة اسمها الاطلاق. الايه? الاطلاق. الجمل اللي جات اللي مطلقة. الجمل اللي جات اللي في الحديث عندنا مطلقة. يعني فيها اكتر من معنى ولكن هو سابها كده. بدون ما يحدد معنى معين. طيب خد الجملة اللي احنا عايزينها وقالها يتضح الكلام بتاعك. لما قال ايه? لما قال من حمل علينا السلاح فليس منا. شوف كده لو بصيت في كلمة ليس منا دي. ليس منا دي. يحتمل كم معنى حبيبي? يحتمل معنى ايه? اما انه ليس منا يعني ليس. متبعا طريقتنا او ليس من المسلمين او ليس من المسلمين. فبقى عندي معنى يين يا مولان? الحديث محددش ليس منا هنا مطلقة اطلقها ولم يحدد ده. هو ليس متبعا طريقتنا ولا هو ليس من المسلمين ما حددشي. واخد بالك قال لك هو اطلق هذا اللغو. اطلق هذا اللغو. حلو كده? ولم يقيده. يعني لم يقيده يعني ما حطش كلمة تانية بعده تحدد لي معنى من ده. ما 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 قالش كلمة تانية تحدد معنى من ضمن المعنين ده. عاف انت لو قال لي فليس من المسلمين. يبقى خاص عفت ان هو يقصد المعنى التالي. طب قال لي فليس من آآ باتباع الطريقة او ليس متبعا طريقتنا بوحدد معنى من ده. انما هو اطلقه ولم يقيده. باستحلال. باستحلال ذلك. كمان في ممكن كلمة كان يقولها. يعني لو كان قال النبي صلى الله عليه وسلم من حمل على السلح فليس منا ان استحل ذلك. لو قال فليس مننا ان استحل. ان استحل يبقى ليس من المسلمين. يبقى هو حدد معنى هو. بجملة ايه? ان استحل. ان استحل. لكن هو ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم. واخد بالك ما قالش. طب ما قالش ليه بقى? طب ليه لم يقول ان استحل? ليه لم يحدد معنى? ليه اطلق? ليه سبق كده فليس منك كده? قال لي هذا للمبالغة. هذا للايه? للمبالغة. في ايه? فهو بيبالغ في ايه النبي. يعني النبي سلم بيبالغ في قال لي في الزجر والتخويف. يعني عشان يعني بيبالغ ان هو يمنعك ويخوفك من الفعل ده. بيبالغ في ان هو يمنعك ويخوفك من هذا الفعل. انك انت تحمل السلاح على اخوك المسلم. لانك انت اه الجملة في حد ذاتها ممكن يفهم منها. يا انها ربا قد ان لو رفعت السلاح على اخيها المسلم انا كده مش من المسلمين. فتخاف. فتمتنع عن الفعل. طبعا كمية الزجر معناها المنع. الزجر معناها المنع والتخويف. مش محتاج اقول لك يعني معناها هي معروفة معناها واضحة من الكلمة. خلاص? فلما اطلق قال لك فليس منها انا قلت لك ان ليس منها لها معنى ايه? وما حددش النبي السلام سابها كده مفتوحة. لو ما حددهش حتى بكلمة. حتى لو كان قلت بكلمة ان استحلى ذلك. افهمت ان هو ليس من المسلمين ان استحلى هذا الفعل. تمام? لكن هو ما حددش ليه? قال لي سابها كده للمبالغة في الزجر والتخويف. خلاص? طب في الانتحان يا دكتور. ايه 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 جزء زكاة تجيلي فيها ايه? هيقول لك فليس منها. فليس منها. ايه اللي حصل فيها? او اعربها? او قل لي يعني كسر البلاغ فيها? تعمل ايه? اقول له والله السر البلاغ فيها او كل الموضوع? اقول له ليس متبعا طريقتنا. ليس متبعا طريقتنا. او ليس من المسلمين ان هو عمل ايه? ان هو اطلق اللمس. اطلقه. ولم يقيده بكلمة ان استحل ذلك. طب ليه اطلقه للمبالغة في الزجر والتخويف? طيب. بس ما عنديش غير هذا الاطلاق هو الحتة دي بس. الاطلاق هو الايه? الجملة اللي موجودة عندي بالحديث الرقم اربعة. اتفقنا? طيب تعالى اه عندي بقى كمان حاجة اسمها الجملة. رقم اه تلاتة. الجملة الحالية. الجملة الحالية. يعني الجملة هي على بعضها حالي. الجملة موجودة عندي في حديث من الحديث الجملة بتعبر عن حال. عن ايه? عن حال. قال لي جملة بقى دي. قال لي اللي كانت موجودة لما قال على ما كان على ما كان من العمل. هذه الجملة. كان اصل الكلام ادخله الله الجنة على ما كان من العمل. طبعا هنا قال لي على ما كان من جمل. على ما كان من العمل. الجملة على بعضها جملة حالية. منين? من قوله تعالى. اه من قوله صلى الله عليه وسلم. ادخله الله الجنة. ادخله الله الجنة. طب تعالى نفهم بقى ايه تركيبة الموضوع ده? بص يا معلو. ما هو بالك ايه? ادخله الله الجنة من شهد ان لا اله الا الله. وان وحده لا شريك له. وان محمدا عبده عبد الله ورسوله. وان عيسى برضك عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروحه منه. وان الجنة حق. والنار حق. ادخله الله الجنة. ادخله الله الجنة. خلينا نقف عند الجملة دي من الحالة. ادخله الله الجنة وكيف كان حاله? وكيف كان حاله? يعني كأن في حد بيسأل يا رسول الله. يدخله الله الجنة على اي حال? يعني على اي يعني هو بس لو عمل كده يخش الجنة. يعني هو بمجرد ما هو يشهد ان لا اله الا الله وحده ولا شريك له. وان النبي رسول الله وان سيدنا عيسى عبد الله ورسوله وان الجنة حق وان يرحق. يخش الجنة كده على طول. فراح النبي السلام عبر عن حال هذا الانسان. قال على ما كان من العمل. يعني على ايا كان عمله. ايا كان عمله. يعني لو كان ارتكب كبائر ومات عليها وهو مؤمن باللي احنا قلنا عليه ده يخش الجنة. واخد بالك يبقى على ما كان عمل على بعضها جملة حالية توصف حال الشخص اللي ادخله الله الجنة. بتوصف حاله. توصف حاله. كأن في سائل بيسأل ادخله الله الجنة. يا رب على اي حال ايا كان عمله ايه? قال لي اه على ما كان من العمل. زي ما سيدنا ابو ذر. والنبي بيتكلم في في السياق الامر ده كده. فراح بيقول له ايه? وان زنى وان سرق. يعني حتى وان زنى وان سرق خش الجنة. فراح النبي رد عليه. قال له وان زنى وان سرق. فراح كررها تاني مرة. قال له وان زنى وان سرق. لاني ابو ذر مش ايه? مش مش فاهم. الموضوع لسه مش وصل له. فراح النبي قال له اه? وان زنى وان سرق. يدخلوا والله جنة. قاله تدت مرة وان زنى وان سرق. رح النبي رد عليه قال له وان زنى وان سرق رغم قام في ابي زر. يعني غزن عن ابو زر يفرش الجنة. حتى وان زنى وان سرق. فهنا جملة على ما كان من العمل ده يعبر عن حال الشخص اللي ربنا يدخلوا ايه? اللي هيدخلوا الجنة. خلاص? اه وبرده الجملة الحالية ما كانتش موجودة عندي غير في الحديث ده من الرابع لحد السادق لحد الحداشر. هي من الحديث ده بس. وده كان الحديث رقم خمسة. حديث رقم خمسة. تمام? كمان عندنا الاستعارة. الاستعارة هي وردت برضو في حديث واحد كانت في جملة. طبعا الحديث كان لن يدخل احدا عمله الجنة. وده اظن كان الحديث التامن. حديث رقم ثمانية. لم قال الا ان يتغمدني الا ان يتغمدني الله برحمتك. هذه الجملة. طبعا الاستعارة فين? في كلمة يتغمدني. يتغمدني الله دي. الكلمة دي كده دي استعارة. الاستعارة نوعها استعارة تبعية. لاننا عندي الاستعارة انواع. وهي هنا استعارة تبعية. طيب وضح الاستعارة. وضح. يلا تقول اوضح بقى الاستعارة دي. قال لي والله. اولا قبل ما اخش في التوضيح عشان تبقى انت تفهمه يعني. يتغمدني الكلمة نفسها جاي النامي. الكلمة نفسها. اديني مثال عليها عشان اكون فهمها شوي. يتغمدني. طب يعني ايه معناها طيب? يعني يتغمد. يتغمدني? يعني يغشاني. يغطيني. هكذا من المعاني. يعني فيها كلمة ايه? او فيها معنى ايه? فيها معنى الغطاء. معنى الغشاء. ربنا يغشاني برحمته. ربنا يغطيني برحمته. واخد بالك. قال لك مثال لها. قال لك زي ما كان بيقولك ايه? اه اه غمدت السيف. او ادخلت السيف في غمده. طيب غمدت السيف او ادخلت السيف في غمد السيف بيبقى ليه غطاء كده? طب الغطاء ده كان لازمته ايه? لازمته ان هو بيحمي السيف من من الصدق. لم يكون موجه للشمس. السيف حديد. فهو لما بيوجه للشمس ويتوجه للشمس كتير وكان طبعا زمن الشمس حارقة جدا. فكان ممكن يصدي. فالغطاء بتاع السيف ده عشان خاطر ان هو يقيه ويحميه من الصدق. فلما لك اه اه اغمدت السيفة او ادخلت السيفة في غمده يعني غطيته. غطيته في الغطاء بتاعه. وهي نفس معنى كلمة يتغمدني. فقالك استعارة تبعية. طب وضحها. لما نيجي نوضحها نقول له ايه? اقول له الله حيث حيث شبه غشيان الرحمة بالانسان. غشيان اه غشيان الرحمة بالانسان. غطاء الرحمة كده للانسان بايه? بغشيان السيف بغشيان الغمد على السيف. غشيان الغمد على السيف. ان الغمد اللي هو الغطاء بيغشى ويغطي السيف. فزي ان رحمة ربنا سبحانه وتعالى تغطي الانسان. كذلك اه 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 نفس الامر برضو بيحصل مع السيف. ان السيف بيغطيه الغطاء بتاعه ويقيه. قالك ايه 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 واجهي شبه بين ده وده? يعني ايه العلة اللي جمعتهم مع بعض? ليه خدنا المثال ده الهنا? ليه شبهنا ده بدا? لماذا هاتتشبيه? قال لي والله هاتتشبيه. يعني الجامع بينهم. الجامع الوقاية. في كل يعني في دهو ده. هنا وهنا. لان معنى هنا الوقاية. والمعنى هنا برضو الوقاية. بص بقى معنى الكلام. كما ان الغمد غطاء السيف يحمي السيف من الصدى فكذلك رحمة الله تغشى الانسان وتقيه من من عذاب النار او من حر النار. اخي اتبالك يبقى كما ان تاني كما ان غمد السيف يغطي السيف ويقيه من الصدى. كذلك رحمة الله بالانسان تغطي الانسان وتقيه وتحميه من النار. اهو. اتطلق عشان والله تبقى دي حاجة مفيدة لي. فكما ان غمد السيف يقيه ويحمي ويحمي السيف من الصدى. معذراً. فكذلك رحمة الله تقيه وتحمي الانسان من النار. سهلا كده. وضحت. عشان كاسا منها استعارة ايه? استعارة تبعية. ودي الوحيدة برضو الاستعارة تبعية الموجودة عندك في من الحديث الرابع للحديث الحضر. طيب. كمان عندنا من ضمن الاعربات المشهورة والموجودة واللي انت تتسيل عنها كتير جداً. الجملة الاسمية. الجملة الاسمية. الجملة الاسمية اول حاجة عندك او ما ورد يعني. لما اه في حديث اه في نفس الحديث بده حديث اه هو ايه؟ لن يدخل احداً عمله الجنة. قالوا ولا انت يا رسول الله. ولا انت يا رسول الله. ولا انت هنا انت دي انت دي مبتدأ. اذا يعني كلمة اول ما تسمع كلمة ده اعفوا ان انا بتكلم عن جملة اسمية. اول ما تلاقي مبتدأ في الكلام اعرف ان احنا بنتكلم عن جملة اسمية. وكل مبتدأ لازم ادور له على خبر. كل مبتدأ لازم ادور له على الخبر بتاعه اياً كان فين ان شاء الله اعجيبه من بطن امه. لازم اجيب الخبر. في مبتدأ في الكلام يبقى المبتدأ ده ابصوا في فكرة المبتدأ ايه? المبتدأ عشان يجد من وراها حاجة. ما ينفعش اجي اقول لك محمد. طبيعة تسأل. محمد ناله. في ايه محمد? اصابته مصيبة. الراجل كويس. اقول لي خبر عن محمد. فابدأ اديك الخبر بقول لك مبتهد. ممتاز. آآ قاتل. يعني ادي اقول لك حاجة. واخد بالك. فالمبتدأ لازم ابحث له عن الخبر. طب الخبر هنا فين? ما بقوله ولا انت فانت مبتدأ. اقول محذوف. خبر ايه? محذوف. طب تقدير الكلام. التقدير ده اهم منك انت شخصية. التقدير ده. عشان بس ايه? ما تبقاش انت موضوع التقدير ده انت ما تهتمش بيه. في اهم منك انت شخصا في الامتحاد. التقدير ده بتسير عنه يا حبيبي. التقدير. تقدير الخبر والمحذوف. تقديره ايه؟ قال لي والله. اه هم هو يعني بقول لك الصحابة قالوا ولا أنت مقتدأ وهو خبر بتاعه المحزوف ده يعني معناك كلام ولا أنت يدخلك عملك الجنة يعني هم عايزين يقولوا ولا أنت يدخلك عملك الجنة فأنت مقتدأ ودي ما أود عندي الخبر المحزوف هو ده تقديره ده يدخلك عملك الجنة أهو سؤال طيب كمان عندي لما رد عليهم النبي وقال لهم إيه ولا أنا ولا أنا شوف السؤال المختصر والجواب المختصر سؤال مختصر بس مفهوم منه إيه والجواب برضو مختصر رد بكلمة ولا أنا واخد بالك ومفهوم منه إيه طبعا ولا أنا هنا برضو نفس الكلام أنا يعربها مرتدأ واخد بالك يعربها إيه مرتدأ طب واين الخبر? الخبر نفس الموضوع محذوف. تقديره ايه? تقدير ده ايه? تقدير الخبر المحذوف ايه? اهو هو نفس ايه احنا قلنا. بس يعني على على كلام النايب ولا انا يدخلني عملي الجنة. شوف الموضوع سأل اهو بس لازم تاخد بالك مي? طبعا زي ما انت عارف انا باتكلم عن مبتدأ وخبر يبقى بتكلم عن جملة اسمي. ماشي يا سيدي? طيب. كذلك عندي الحديث الحداشر الاخير. اعراب لما قال لما قال له من احق الناس بحسن صحابتي. السؤال من احق الناس بحسن صحابتي. راح النبي قال لي امه. اول حاجة بدأها وركز معها ان تبقى فاهم الكلام. اول حاجة او رد من النبي صلى الله عليه وسلم على امه عاوية ابن حيدة القشيري اللي سائل ده اللي كان بيتكلم ده اللي كان بيسأل يعني اول رد من النبي كان قال له امك. اعراب امك ايه? اه اعراب امك ايه? قال لي الله فيها اعرابين او احتمالين في الاعراب او الاعراب. انها انها ايه? امك خبر. اذا في مبتدأ في بداية الكلام مش موجود. في مبتدأ في بداية الكلام مش موجود. اين المبتدأ? طب خبر يبقى حالو يبقى فين المبتدأ فين بقى? قال لي المبتدأ محجوز. طيب. اينفع سيبه كده ولا لازم يكون في تقدير? لازم يكون في تقدير. فالتقدير المحجوز ده ايه بقى? التقدير. زي ما قلتك ان التقدير ده مهم جدا جدا جدا. قال لي والله التقدير. احقوا الناس. ده كده المبتدأ. هو بيقول له بص السؤال جاي يقل له. من? احق. الناس بحسن صحابتي. ادي السؤال. فكان الجواب الطبيعي. ان الناب يقول له ايه? ده سين سؤال. جايهم جواب يقول له احق. الناس. هه ده المبتدأ. لان لسه ما اتبالوش الاجابة. صحيح كده اهو? لما قال له احق الناس اهو ده. قاله جوابه في السؤال. هو كان بيسأل عن كده اصلا. فانت هنا ده مبتدأ انت ما ديتنيش جواب عن سؤالي برضو. انت هنا قلت له احق الناس وسكت. مبتدأ. فين الخبر? قال لي ام. اهو. كده ده هنا الجواب بقى. ده هنا الاخبار. ده هنا الرد على السؤال. فده خبر. فيبقى امك. خبر وحق الناس متدأكت في الدات الكلام مش موجود. قال لي ده اعراب وجميل جدا وزي الفل ويعني مش عايز اقول لك بقى الموضوع هنا جميل اول. قال لي ولكن في احتمال كمان. انا طبعا زي زي اتفاجئت ان في احتمال تاني. طب دنيا ماشي زي الفل وجميلة هي. ليه? ليه تحطين في احتمالات تانية? قال لي الاحتمال التاني اعكس. هنيعكس بس. ان امك دي هه مبتدأ. طب واين الخبر? قال لي الخبر محظوظ. والتقدير. احنيعكس بس الكلام. والتقدير. ان هو يقول له ايه? ان هو يقول له. امك ده المتدأ اللي عندي. تقدير الخبر بتاعي بقى هو. احق الناس. او قال له امك. فكأني معاوية باسأل مالها. ما ان احق الناس بحسن صحاباتي? احن الرد قال له امك مالها بقى? فكأني معاوية باسأل مالها امي? قال له احق الناس. هي احق الناس بحسن صحاباتي. ماشي الكلام? فامك مبتدأ واحق الناس هنا تبقى خبر. طبعا الخبر محظو. خبر ايه محظو? فانا حق الناس امك. هذا تقدير الكلام. او ان امك تبقى مبتدأ والخبر هو المحظو. طب تقدير الخبر المحظو في ايه? برضو امك المبتدأ في الكلام. ده المبتدأ بتاعي في الكلام اهو. واحق الناس هو الخبر. خلاص كده? طيب كلام جميل جديد. عندي كمان آآ في نفس الحديث برضو جملة اسمية. لما قال رقم خمسة. لما آآ في سؤاله جواب تاني. لما قال له ثم من? مين تاني? مين بعد امي? من بعد امي? ثم من? الف هذه الجملة ثم من دي? نفس الكلام. برضو دي مبتدأ. هذا السؤال على بعضه كده يعرمه مبتدأ. طب اين خبره? فين خبره يا جماعة? اللي خبره محذوف. خبره محذوف. والخبر محذوف. طب تقدير الخبر ايه? انا هو محذوف. قال لي والله قبل ما نخش في تقدير الخبر فانا هعرفك على حاجة. قلتولي اتفضل عرفتني على حاجة عشان انا ممكن يكون حاجة تايها عن دماغي ولا هاته. قال لي ان الجملة دي ثم من دي? دي جملة معطوفة على جملة اخرى محذوفة. يعني هذه الجملة دي دي معطوفة لاني ثم دي حرف عاطف. ثم حرف عاطف شانت بقى انت فاهم يعني. ثم من ادوات العاطف. قال لي دي جملة معطوفة على جملة قبلها محذوفة مش موجودة. فطبعا انا يعني زي زيك سألته. طب والجملة المحذوفة دي فين? تقديرها ايه? المحذوف لازم ادور عليه. انا التقدير. ان الجملة كانت تقول احق الناس امك ثم احق الناس امك. طبعا احق الناس امك الولى دي. لما كان اول جواب من النبي. لما سألوا من احق الناس بحسن صحاباتي. فكان الرد احق الناس امك. هذا الجملة المحذوفة. دي جملة الايه? دي جملة المحذوفة. ثم ثم جواب الرد بقى. جواب السؤال. ثم من? مين تاني? فكان رد النبي ايه? امك. هلو مرة تانية? قال له امك مرة تانية كان جواب امك مرة تانية. فقال لك شيل من دي بقى خلاص ما احنا عرفنا الجواب بتاعها. يعني احنا عرفنا جوابها. شيلها خالص. وحط بقى ايه? الجواب بتاع النبي. ثم احق الناس امك. وسألوا تالت. سألوا تالت مرة. قال له ثم من? قال له برضو امك. يبقى احق الناس امك تالت مرة. او ثم احق الناس امك تالت مرة. واخر بقى يبقى معنى كلمة امك في الحديث. لما قال له امك ثم امك ثم امك. ده التركيبة هي. هتكون معناها هي? ان احق الناس امك ثم احق الناس امك ثم احق الناس امك. طبعا هذا التكرار الغرض منه التأكيد. هذا التكرار الغرض منه التأكيد. خلاص? يبقى ثم برضو عشان ما اروحش بعيد. ثم من? مبتدأ. الخبر بتاعها محذوب. طب فين تقدير الخبر ده? هو ما ادهه لكش. ما قال لكش تقدير الخبر. لانه لانه هو معنى الكلام. ثم من احق الناس. ثم من? احق الناس بعد امي. مين اللي بعدها? فطبعا هنا معنى الخبر انه من احق الناس. عشان كده كده اطفحنا عشان قلناها فهو مرضوش يذكرها يا. بعدين هو بيقول ان الجملة دي على بعضها اصلا دي جملة معطوفة. بحرف العطف ثم على جملة تانية محذوفة. فين الجملة المحذوفة بقى? اللي انا اعطيك على ايه ايه احق الناس امك. ايه دي الجملة المحذوفة. ثم حرفة بتاعنا الحرف العطف بتاعنا. والغي من. ان عرفت جوابها احق الناس يوم. خلاص? ده الجملة الاسمية اللي موجودة عندي في الاحاديث من الرابع اللي الحرف عشان. فعلا عندي كمان آآ الجملة الجملة الفعلية. عندي برضو الجملة الفعلية. والجملة الاسمية والجملة الفعلية في اعرابات الاحاديث ما ما اكثرها. يكد يكون الاعرابات الاحاديث مبني على الاتنين دول. الجملة الفعلية كتا عندي واضحة جدا في حديث لن يدخل احدا عمله الجن. لن يدخل احدا عمله الجن. هو عايزك تعرب الجملة كلها على بعض. تعرب الجملة كلها. طبعا آآ انا بحيط باعرف بها ايه في الاعرابات بالذات. ان انا اخد الحاجات اللي زي كده من اول الاخر. عشان انا بفاهم كل المداخل ومخارج الموقع. لو انت مسكت كلمة لن. لن دي اللي انت شايفها دي. آآ ايه رأيك فيها? اه شكلها حلو. نحس انها لذيذة. اه يا زريف مالها برضو. لن ادات نصف. الفعل المضارع. الفعل الايه? المضارع. يعني هي لو ادخلت على الفعل المضارع بتعمل في ايه? تنصب هو. يبقى انت هتلاقي ان اللي بعدها ده فعل مضارع. منصوب. فعل مضارع ماله منصوب لن يدخلاء او لن يدخلاء فعل مضارع منصوب. طب الفعل ده يدخلاء. ده مبني للمفعول اللي هو المعلوم يعني ولا مبني للمجهول. هو فعل مضارع منصوب منصوب تمام. وعلى ما تنصبه الفتحة زي الفل. فيش مشكلة. بس ده مجهول ولا معلوم? قلت له معلوم. طب ليه معلوم? هتعرف دلوقتي ما تستعجلش. معلوم هتعرف ليه? طبعا الفرق ما بين المعلوم والمجهول. ان المجهول الفاعل بيلغم. بيحدى في الفاعل مش موجود. في المجهول. انما في المعلوم الفاعل موجود. الفاعل موجود. خلاص? تمام 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 زي الفل. طيب احدا. يلا اعرف احدا. احدا دي يا باشا. مفعول به اول. وهو مقدم. مقدم ليه? عشان اول لما تتعرف كلمة مقدم ومؤخر افهم معناها بس. مش مطلوب منها لكن تفهم معناها. هتلاقي الدون معك زي الفل. المقدم والمؤخر. لما لك مفعول به اول مقدم يعني هو جاء في موضع غير موضعه. اهو. جه في موضع في موضع غير موضعه. انا اللي عرفه عن المفعول به ان بيجي بعد الفاعل. فغريبة انه يجي قبله. غريبة انه يجي قبله. فده موضع غير موضعه. عشان كده بقول مقدم. طب ولم يقول مؤخر. يبقى هو اهو جه في مكان غير مكانه برضو. جيه بقى ايه? مؤخر عن مكان. اخر عن مكان. تمام? زي ما عندي بقى هو. عملوه. عملوه دي فاعل. مؤخر. مؤخر يعني كان مكانه بيجي بعد الفعل. مكان الفاعل بيجي بعد الفعل على طول. فغريبة انه هو يجي يعني ايه? بعد المفعول. غريب انه يجي بعد المفعول. عشان كده بقول مؤخر. عشان كده بقول ايه? مؤخر. مجاش في مكانه الطبيعي. طيب هو ليه تأخر يعني ليه كان الفاعل اه مؤخر كده مجاش بعد الفعل على طول. ده سؤال اه ينبغي ان احنا نسأل كل طالب وكل طيب يسأل النفس. هو ليه الفاعل جيه يا جماعة مؤخر كده? ليه الفاعل ما جاش بعد الفعل? ده انا بحب الفاعل ان يجي بعد الفاعل ان تبقى الدنيا جميلة سهلة سلسة بسيطة. ليه ليه? قال لي والله اصل لو انت بصف في الفاعل كده عمل عمله هو هو الهاء دي. قال لي فيها ضمير. الضمير ده عمله اعاقة ان هو يخليه يجي في مكانه. الضمير ده عمله اعاقة يخليه يعني كان يجي في مكانه لا. الضمير اعاقه عن كده. مرضاش يخليه يروح مكانه. طب ليه? الضمير ده عمله ايه يعني? قال لي لان هذا الضمير يعوده على المفعول. يعود على يعني كده اللي هيعود عليه قبله مش بعده. اللي هيعود عليه قبله قبل الكلمة دي. يعني هو بيعود بيرجع لورا مش بيطلع لقدام. يعني يعود دي الضمير ده بيرجع لورا كده مش بيطلع قدام كده. يعني معنى لما اقول ان نحط ضمير اعرف ان هذا الضمير قد سبق ذكر اسم الظاهر بتاعه في الكلام سبق اسم الظاهر بتاعه في الكلام يلا تاني لما نقول ضمير يبقى معناه سبق الاسم الظاهر بتاعه في الكلام خلاص هذا الضمير يعود على المفعول ان هو احدا او اسمه ظاهر او اسمه ظاهر وسبق وتذكر في الكلام فعلا عشان كده هو عاد عليه يعني رجع عليه خلاص فده اللي فعلا آآ خلاه يبقى فيه اعاقة انه يجي في مكانه. عشان معه ضمير. وهذا الضمير يعوده على الايه? على المفعول. طيب كلام جميل جنة. الجنة. اعراب الجنة ايه? اللي وضعها اعرابها مفعول به تاني. مفعول به ثاني. يلا بقى معليش نختصر بقى الكلام بتاعنا ده كله وتحطيه تاريخ منظمة كده. يدخل اقول ان ده فعل مضارع. مبني للمعلوم. مبني للمعلوم. عرفت مبني المعلوم بقى هنا? عشان الفاعل بتاعه موجود. آآ احدا مفعول به اول مقدم. عمله فاعل مؤخر. طبعا عشان قطر ايه? آآ اخرى لاجتماله عشان هو معه ضمير يعود على المفعول. آآ الجنة مفعول به ثاني. وخلاص كده. مفعول به ثاني هو لا مقدم ولا مؤخر. هو زي. مكانه زي. ادي جملة فعلية زيكي. طيب كمان عندي من الجملة الفعلية لما جي قال لي. في حديث رقم آآ عشرة. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين اللي اختار ايسرهم. ما خير خي را. طبعا اخذ بالك من كيمة خير ده بقى يا باشا فعل. طبعا ده ماضي مبني للمجهول. لان اللي خير النبي ايش موجود. من اللي خير النبي يا جماعة? هو ذكره في الحديث? يعني ما خير الله رسوله بين امرين ايسرهما قال كده? لا. طب ما خيره الخلق? برضو لا. هو قالك ما خيره. الفاعل. الفاعل. مجهول. مش موجود. مبهم. بنسميه كده مبهم. طب ليه بقى مبهام? هو ده بقى التركال اللي عندي في الحتة دي. التركال اللي عندي في الحتة دي. ليه هو مبهم؟ قال لي والله مبهم. حتى يكون اعم. حتى يكون. حتى يكون التخيير. اعم. واشمل. فيشمل. التخيير. من قبل الله. وما كان من قبل المخلوقين. يعني سواء خيروا ربنا سبحانه وتعالى بين امرين الا اختار النبي ايسرهم. او او خيروا المخلوقين. خلق الله بقى. خيروا النبي بين امرين الا برضو اختار ايه? اختار ايسرهم. خلاص يا جماعة? كلام ده سهل جدا. هو بسيط. اي حاجة. طيب. عندي اه برضو كمان زي جملة الفعلية. تعالى نرقم بس الكلام. ده رقم ست. بعد الجملة الاسمية جملة الفعلية عندي حقية كده بقى ايه? يعني كده شوية. اللي هو العطف والمعطوف. العطف والمعطوف. الجمل اللي كانت فيها العطف والمعطوف ده يعتبق اعراب لوحده. العطف والمعطوف. ده كان رقم سبع معاني. طبعا يعتبر الحاجات الوحيدة اللي جات فيها العطف والمعطوف وهي يعتبر من الاعرابات الصعبة عندك واللي انت مش مستصعبها. الجملة بتاعت ومن يأبى. فكرينها? ومن يأبى كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى. كان الرد الصحابة قال له ومن يأبى يا رسول الله. مين يأبى يدخل الجنة? اخذ بالك. طيب تعال واحدة واحدة بقى نمشي مع الحتة دي. ويعرف هو عايز يقول لك ايه? قال لي ان الجملة دي على بعضها هو من يأبى دي. دي معطوفة. الواو حرف عطف والجملة من يأبى معطوفة. معطوفة على ايه? قال لي على محزوف زي ما خدنا في قلنا في ثم من معطوفة على جملة محزوفة تانية. طيب المحزوف بقى ايه? المحزوف. قال لي والله المحزوف ده حاجة غريب قوي. يعني حاجة غريب قوي. قال لك التقدير اهو. في انطقف المحزوف. عرفنا الصحابة بيقوله كده يعني. معنى كان لهم عرفنا الذين يدخلون الجنة. والذي ابى لا نعرفه فمن يأبى. مين بقى اللي ابى ده? واحدة واحدة بقى نمش مع بعض برضو. النبي بيقول كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى. بس مسكة النبي. فالصحابة ردوا. ردوا بسؤال. يعني كانوا رد الصحابة سؤال. سألوا سؤال. قالوا ايه? المفروض ان يقولوا ايه? يا رسول الله طب مين اللي يخش الجنة? ومن اللي يأبى? ده كان المفروض. انما هم ما قالوش كده. هم بس سؤالهم كمحدد. من يأبى? مين اللي ابى ده? يا كل امتي يدخلون الجنة انت عرفتوهم? اه عرفناهم. عرفنا اللي هيخش الجنة. عرفنا اللي هيخش الجنة. انما اللي احنا ما نعرفهوش او اللي احنا مش عارفينه. اللي هو ايه? اللي هو ابى عند دخول الجنة. اللي هو مش عايز يخش الجنة. فعايزين نعرف بقى مين هو? عايزين نعرف مين? هو. قادي يا سيدي معنى سؤال الصحابة. عشان كده لكن الجملة دي معطوطة على محذوف. المحذوف تقديره. احنا عرفنا اللي هيخش الجنة بس اللي الذي ابى ده اللي نعرفه فمن يابى مين هو? اخذ بلك انت? طيب. على على هذا السؤال. كان المفروض جواب النبي يكون ايه? يعني على هذا السؤال. الجواب. الجواب السؤال ده. جواب ومن يابى ده. الجواب. يكون ايه? يكون ان النبي يقول لهم مسلا. من عصاني? فقد ابى. مش انتم عايزين تعرفوا. مين هو الذي ابى عند دخول الجنة? العاصي. من عصاني. من عصاني هو اللي مش يخش الجنة. هو اللي مش عايز يخش الجنة. بس النبي قال كده? انت شايف ان النبي في الحديث قال كده? هل النبي جاوب هذه الاجابة? لأ. النبي ما جاوبش الاجابة دي. ام النبي قال ايه? قال حاجة تاني خالص. قال لهم. جواب النبي بقى جواب النبي في الحديث. من اطاعني دخل الجنة. ومن عصاني. شوف الجواب. ركز. ركز في الجواب. ده الجواب ده مهم نقوي. مهم نركز عليه تجد. ايه ده? انت كلمتني عن عن الطاعة ومن اطاعي دخل الجنة. وكلمتني على على اللي يخشوا الجنة. وانا ما سألتش عنهم اصلا. احنا كصحابة لم نسأل عن اللي هم يدخلون الجنة عشان احنا كنا عارفينهم. احنا بس سؤالنا عن اللي مش مش عايز يخش الجنة هو مين? فليه انت قلتلنا من اطاعاني دخل الجنة وكلمتني عن اللي هيخش الجنة. وبعد كده قلتلي ومن عصاني فقد ابا. ليه? ما هو برضو الكلام ده جماعة ليه? ليه اه غرض. في غرض من وراء الجواب ده. ليه النبي اجاب الاجابة دي? قال لي اجاب هذه الاجابة? اجابة هذا الجواب تنبيها منه. تنبيها منه للصحابة انهم ما عارفوا هذا ولا ذلك. ما عارفوا هذا ولا ذلك. ان هما ما عارفوش مين اصلا اللي يدخل الجنة ومين اللي كانوا بيسألوا عنه اللي هو ابا. ومين اللي مش عايز يخش الجنة. هما ما مش عارفين لذا ولا دا. اجابتهم اه اصد سؤالهم كان واضح من ان هما عارفين نوع معين. والنوع التاني مش عارفين. وراح جواب النبي جاوب عليهم عشان يقول لهم لأ انتو ما كنتوش عارفين نوع معين ولا حاجة. انتو النوعين ما كنتوش عارفين. اللي يدخل الجنة والذي يقبع عند دخول الجنة النوعين دول انتو متعرفوش عنهم حاجة. فمن اطاعاني دخل الجنة ومن عصاني لقد ارى. طيب برضو يعني تقدير يعني جواب النبي او معنى جواب النبي المعنى بتاع الجواب النبي. المعنى ايه? قال لي المعنى واضح او كان جبيل جدا. معناه من اطاعني وتمسك بالكتاب. والسنة دخل الجنة. ومن اتبع هواه وضل عن الطريق المستقيم وزل عن السواب دخل النبي. حلو. ده معنى الكلام تعني بس برضو. فعلى وسط كده هل المعنى ده? هل المعنى ده? كله. كم تجواب النبي? فقيت لا. من اطاعني دخل الجنة ماشي. اه معناها من اطاعاني وتمسك بالكتاب والسنة دخل الجنة. يعني في سبب وفي نتيجة. الطاعة ده سبب. النتيجة دخل الجنة. طيب تعالى من عصاني. اهو ده السبب. اتبع هواه. طلع عن الطريق المستقيم. من عصاني اهو. من عصاني. ده السبب اهو موجود. اه السبب موجود. طب النتيجة بقى فين النتيجة? في الحديث محطش نتيجة. ده مش عايز مش عايز يدخل الجنة. لكن ما قالش صريحة كده. دخل النار. ما قالش دي. ليه بقى ما قالش دي? ليه ما قالش دخل النار? وكان وكنا رايحنا نفسنا. ليه قال فقد ابا? ليه? قال لي لا. بقى هنا كلمة فقد ابا دي ديها شغل كبير قاوي. فقد ابا دي. ليه شغل كبير. ايه شغل الكبير بقى قال لي? وضعها وضعا للسبب موضع المسبب. يعني ايه وضعا للسبب موضع المسبب. الجملة دي انا عايز افهمها. وايه بقى انا عافت ان انت حيران بلاك اربعة شهر عليها مش عايز تفهمها. ايه وضعا للسبب موضع المسبب دي? يا عم ده جميلة جدا مساهلة جدا. غا بيقول لك دلوقتي. ايه الاسباب اللي اتدخل الشخص النار? ايه الاسباب اللي اتدخلوا النار? اهو. اتبع هوا. هدي واحد. ضل عن طريق المستقيم على اتنين. زل عن الصواب ايه ثلاثة. ففعله لهذا لهذه الامور ده معنى ايه? معنى انه يأبا دخول الجنة. يأبا دخول الجنة. يعني فعله الامور دي يبا عن دخول الجنة. فهو وضع كلمة ابا هنا كيذكر منها الاسباب عشان يذكر منها اسباب دخول النار. واكد انت فاهم اكد انت فاهم يعني ان اللي يعمل هذه الاسباب اللي يتبع هوا ويزل عن الصواب ويضل عن طريق المستقيم. هيروح فين? هيروح في الجنة? اكد لا. هيروح النار. فانت فاهم كده. هو عايز لك انت المفروض فاهم كده بباغك لما تعرف هذه الاسباب. تعرف ان هو ايه? يخش النار. فهو عبر بالاسباب. وترك لك النتيجة النهائية. يعني عبر بالاسباب. وسدك انت النتيجة بقى فكر انت اكد هيروح فين? فهمك? ده معنى معنى وضعا للسبب. موضعا المسبب ان هو ذكر الاسباب بدلا من النتيجة. بدلا من النتيجة. طبعا ده? ده ابلغ. هذا ابلغ. هذا التعبير ابلغ لما يقول لك دخل النار. عشان يعلمك انت بقى ان دخول النار ده لأسبابه. تبعا هواه وضل عن الطريق المستقيم وضل عن الصاب مش دخل النار كده وخلاص. ليه اسبابه يا باشا. هو حط الاسباب بدل النتيجة. وانت بقى فهم النتيجة بقى مش محتاجة ان يقول هادك. واضحة كده? طيب. كان سؤال برضو دون اسألة في البسئية دي. واللي كانت جات لتسأل. هو انت انت بتحله وتلاقى وفت قدامك. يقول لك ما هذا التأويل? الذي بسببه اورد البخاري هذا الحديث في كتاب الاعتصام بالكتاب والسؤال. ايه التأويل ده بقى? اخي عم هو ده التأويل اللي احنا عمان نكر فيه من الصبح. هو ده. هو ده كل. كل اللي احنا قلنا ده. ده التأويل. يا باب انت عم تجي تقول له التأويل يقول له ايه? اه التأويل ان الجملة من ابى. او من ومن يأبى السؤال من اول السؤال. ومن يأبى. هذه الجملة المعطوفة على محبوب بقى وتقول له بقى وتقديره عرفنا الذين يدخلون الجنة والذي ابى لان نعرفه. وكان من حق الجواب كذا وتعب بقى تقول له كل الكلام ده كله. خلاص? سهلة? طب التأويل بقى. اللي يؤيد هذا التأويل. دي حتة مهمة. ما يؤيد هذا الذي يقولناه. الله مش يقول لك التأويل. هذا الذي يقولناه. اللي احنا قلنا ده كله ده. بيؤيده ايه? اللي يؤيده حكتين. يؤيده ايه حكتين? اول حاجة ايراد البخاري. الامام البخاري حط الحديث ده في كتاب اسماه سماه الاعتصام بالكتاب والسماه. ده اول ايه? اول دليل? على صحة ما قلناه. واخد بالك انت? طيب. رقم اتنين. ايه الدليل التاني? على اللي احنا قلناه ده كان صحيح. قال لي التصريح في الحديث. بذكر الطاع. الحديث ليه لك من اطاعني? من اطاعني? صحة لا. الحمد لله. من اطاعني? من اطاعني? داخل الجن. فصرح بذكر الطاع في الحديث. طبعا تصريح بذكر الطاع ده معنى ايه? معنى الطاع دي بقى ايه طيب? معنى المطيع هو الذي يعتصم بالكتاب والسنة ويجتنب الاهواء والبدع. واحفظ التعريف لانه مهم جدا. ماشا معلم? بس ادي كل الكم موجود عندك في الموضوع ده او في النقطة. آآ خلناها ما تقولش عايزة النهاردة ويبقى هي ساعة. تمام? هي ساعة. خدناها النهاردة مع بعض من شرحنا متل اللاجزة بالنسبة لكم. والحصة الجاية هنكمل بقى التجميع دي. الحمد لله كده احنا نجمعينها. هنكملها مع بعض شرح. وهتبقى بص لاجزة اوي بس اللي احنا خدنا النهاردة جمعت كشكولة كباشا. وزبط كده الدنيا. وآآ يعني نساقه بطريقتك انت بقى. كل واحد دي طريقة في التنسيق. انا بس عملت لك التجميع. كمعت لك الدنيا. اه الكناية كان فيها كزا وكزا. الاستعارة فيها كزا. آآ اللي ورد في الجملة الاسمية كزا والجملة الفعالية كزا. والآآ والمعطوف ومش عارف ايه كلك عندك اقول له بجمعته. ولسه في حاجة لسه عندها نوع نعمة. ناود لحصة عندك نوع لا. اللي كنت مجدفة لحديث. آآ. وعندك آآ الجملة الشرطية. الجمل الشرطية. المحاضرة التانية. احنا خدنا المحاضرة قبل كده. ودي المحاضرة الثانية. والجملة الشرطية. والبقات الموجودة. انواع البقات. يعني حابة حاجات بسيطة كده هتركات هتلاقي الدوني معك زي الفل. خلاص كده اتفقنا. آآ ما هو بقى لماذا اورد اي هي نفس التعليل شاطر يا محمد دي عطف هو ده. لماذا اورد البخال الحديث في كتابه? هو ده معناه هو ده السؤال اللي انا بقول لك عليها. ده التأويل اللي خليه يورد هذا الحديث في كتابه الاعتصام بكتابه اللي احنا قلناه كله فيه. ماشي? بكرة ناخد توحيد. آآ. بكرة في. لأ بكرة هناخد آآ ميراث. هناخد بس في حاجة مهمة كده. هناخد آآ. هناخد ايه في الميراث? هناخد العصابات. هناخد الحدي. بكرة. التوحيد. الاسبوع القادم. طبعا احنا كده كده في المنصة. مرش علاقة. التفسير يوم الخميس. اي لاش? عشان نسيب التفسير. هنعمل برضو نرجع نجمع نكمل التجمعات اللي قربنا كده 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 كنت ماشينا عليها هنا. آآ بالنسبة للآ اسمه ايه ده? يوم آآ التوحيد بالنسبة للمنصة احنا كده كده مرش علاقة بساعة بعد الفجر. عشان بس ما احنا عارفين. آآ مرش علاقة بساعة بعد الفجر. بعد حلقه بوكرة ان شاء الله رحمنا. او النهاردة بالليه. نزله. وننتاج الامتحام تحفيق الحالة في ادلسة تنزل والله النهاردة ان شاء الله رحمنا تبقى زي الفلين. محتوى المنصة موجود معنا طول العام الدراسي اه. طيال الترم الاول موجود معنا كل السنة. خلاص يا سلام. يلا لقاكم على خير. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. اه قبل ما اقول السلام عليكم اطلاق بركاته دي. اعملكوا هدياء النهاردة. انها هنزل لكم المحاضرة دي. على الجروب العام. عشان اللي مش مشترك او اللي مش معنا. اه برضو يستفيد بالمحاضرة دي. وانا نبدأ بنودي دقاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.